امتى هي شافتك خلاص مش قادر تكمل وقلت لها بص يا انجي انا زيقت من اللي انا بشوفه ده عمري ما قلت الكلمة دي عمرك ما قلت انا مشاهدة كلمة ليه ياقولي كده ليه وما اللي احنا بنشوفه على السوشيل ميديا بيبقى ايه لما انت عادت تقول انه الاغلبية بتبقى مثلا فيك الريتش او اللايكس او المشاهدات او المشاهدات او او مش كون عمين من الكلم تحت الهواء بلاش صح انا ما قلتش الكلام ده اه يعني المشاهدات دي حقيقية ده او اين والله لو اعلم كل واحد مابلن انا بقولو بقى لا انا محطرش انا اصنف جندم ا έχت حد يزعل منك لا انا محطرش اصنف حد لان انا مش من حقي ه لان اللي هنجح ده انتي اللي نجحتي مش انا انا باي انا كمشاهد يعان مش انت ياساعمة جندم يعني كساندي انتشوفت اللي لك ازهي ؟ انتي麼 مشاهد انتي اللي نجحت ازهي فأنا محطرش يقولي اهويحش هقوله علي وحش ازاي مش هتعرف مش منحقي يا جماعة مش منحقي مش نجح مش راجل نجح وليه صوت وليه ليه ليه كلمة يبقى انا انا افشله وانجحه ليه طب انا لو جيت وقلت لك المهرجانات ايه رأيك فيها بزيل فل طب وانت مغنيتش مهرجانات ليه مش بتاعتي مش بسكتي مش حاس ان انت تقدر تأدي فيها مش حاس انت تقدر تأدي فيها كل واحد دي سكة يا سالي طب هي دي تطور للاغنية الشعبية ولا انهيار ليه انهيار يا جماعة المهرجانات ايه لا الحاجات بقى اللي فيها كلام اسفاف ده ده انهيار لكن الناس اللي بتاعمل شغل بقى بيرقص دمه خفيف وليا قلت لك بتسمع مين منه بسمع مين ولا برقص على مين اللي اتنين ما برقص بقى مش انا اسمع ايه بترقص على مين لا عندك كتير حلوة طيب الله طب المشكلة مش عيبة على فكرة مش موافق ده ريتميك ده فكرة حلوة حلوة رقصة الشبيت كده طلع وليطلعوه اول ناس اوكا اورتيجا انا راجل الحمد لله مصقف يعني في المزيكة والناس مقولش عنافسي كده بس يعني إلا حد ما بخفم شوية يعني اوكا اورتيجا طلعها ده اسم الزار عارفة درامز البلدي في الشوارع المصرية الحلوة الجميلة الشعبية فهم عملوه على السامبلز السامبل عن ميديول وعلى الحاجات وعلى البرامج وعلى حاجات زي كده فطلع حلوة فبقى بقى مستطيرة ماشية اللي هو اللي هو في صغاته بس فعجب الناس لقيه انه جديد ده بيرقص طبعا بيرقص انا بارس عليه بس ماي سلطان شاويت معك ويس يبقى ايه لعيبة في كده لا انا بحاجة يبقى بالناس دي لأ هو الناس بتطني يعني انا مثلا بقول لما اجا اسمع بقول فن أصيل فقيرة ما الفن الأصيل ما الفكرة جماعة احنا احنا بنهاجب الناس دي ليه لا احنا مبنهاجمش احنا لا يا صح الا صحيح وهو صحيح هو ايه اللي صحيح ده رتم هما الناس ما قالوش احنا فنانين هما قالوا احنا فنانين فيه بيقولوا اغنينا هتعيش مين قال كده ايه كان عشان ما انت مش تذكر ايه سامي انا ممكن اقول لك لا في ناس روحنا بخلقنا يعني عملنا حاجة جديدة خلقنا حالة جديدة واغني جديدة وقدرنا نسبة وجودنا والناس بتحبها وانتو معنى ايه هما الناس ما اضروش حد ها بس انت متعافش تغنيها حواليه ما يبقاش فيه كده وفيه كده وفيه كده يعني احنا ممكن نشوفك انت في يوم الايام بتغني مهرج النوع انا معرفش يا زيزي الكتي هو مايكل جاكسون بيغني بوب اه بيغني ايه انه مثلا بوب مش عارف اينه ومسلا ده بيغني ارم بي ده بيغني ارم بي ده مش عارف ايه مين بيعمل مين مين طيب امال ايه طيب كل واحد ايه سكة يا جماعة ستة بتحب تغير لونك على طول يعني انت عدوية بتلاقي بتروح للجديد اللون اللي اعرف اعمله اه لكن هم الناس ما يعني هو الناس ستة مكانش نفسك تتصنى في المطرب مش شابله زاز وبعدين دمهم خفيف بعدين ما ازونيش انا ايه والله هو حلو وما بتزعلش حد منك وانت طيب لا يعني انت جميل مش عايز تزعل حد انا لزيز انا لزيز انا مش هزعل حد مني طب بقولك ايه ايه الاغاني القديمة اللي كنت تسمعها لو انا قلتلك بقى زمين ابيض ويسويد مش عارف ايه يعني انت انت بدأت لنا باغنيت ايه كنت عملت غنيلنا حاجة قبل ما نبدأ مغطرتش على بالك يوم تسألها عني وعناية مجا فيها النوم النوم يا مصهرني وعناية تسألني ايه باية رأى احوالك خلاص بقى عشان موكا ما كنش يحفظها موكا ما كنش حفظها طب ايه اللي حافظوا من القديمة بعيب انما انا عايز اسمع حاجة قديمة انا مش قدي الناس اللي مبركش والله لا 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 اه يعني احافظ مثلا عادي مسئولية اه عادي مسئولية طبعا ما غلط في الكلمة دي كلمة تقيلة دي كلمة الصح طبعا استاذ عبد الحليم السيدة المقلسوم الناس دي تقيلة جدا اغني لهم اه ممكن اقدلهم اقولك مش هتغني زيهم حاجتهم عمرك متغني الحاجة زي صاحبها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة